بدأت تظهر ملامح منتخبنا الوطني قبل المباراتين والديتين أمام زنبيا والجزار المباراتين اللي هيقامة يوم 12 ويوم 16 في الإمارات زهرت قائمة المحترفين محمد صلاح محمد النني بنقوله حمد الله على السلامة والترزيجيه وطارق حامد وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فاتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي المنتخب إن شاء الله زي ما بقول لكم عنده مباراتين والديتين في الإمارات يوم 12 ويوم 16 بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يوفق الجميع يا رب إن شاء الله إقاف جديد للإسماعيلي بسبب كوليبالي يعني والله ما عارف نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي هيعمل إيه ولا إيه ليه 90 ألف دولار ولعيب اسمه عبدالقادر كوليبالي ولازم تتسدد للنادي ما تسددتش يعني وده تعاقدات العشوائية اللي ملهاش لازمة أصلا على الإطلاق وبالتالي من اللي بيدفع التمن؟ المجلس بالأسل ما نسحة كومي مشي سب غرامات كتيرة جدا جدا للنادي يعني وفي الآخر بيجي المجلس الجديد بيدفع التمن يعني اللي لعيب كان جاله رباط صليبي ولأسف محدش يعني نتكلم معه دي القضية التالتة ضد الإسماعيلي اللي بيتم إقاف القيد بسببها يعني عندك قبل كده قضية نور الزمان الزموري خات حكمه والمدرب إخوان كارلوس جريد الخبر المهم أنه وليد عبدالوهاب رئيس أية السادة القاهرة قال أن أرضية الملعب بتشغل بالتقنية الحديثة بتحتاج لقراحة الأرضية مرة واحدة فقط في العام هتكون في نهاية شهر نوفمبر لمدة إسبعين عشان يزرع البذور الشتوية وقال أنه فيه تراج جديد حيصل في نوفمبر حيغير مأسورة الصحفيين والمأسورة الرئيسية والطرق المؤدية للإستاد وقال أنه نفسنا يبقى الإستاد بكامل هيئته بكامل جماهريته يعني وقال عندنا خمس أندية هذا الموسم بتلعب على أرضية السادة القاهرة أرضية رائعة وجميلة وطبعا حاجة أكتر من ممتازة طيب